قدمت الإدارة المحلية لمحافظة نينوى مقترحاً لتحويل المدينة القديمة في الموصل إلى مدينة أثرية فقط مؤكدة أن الضرر الأكبر من العمليات العسكرية الطالة الأحياء الضيقة فيها وقال مدير بلدية الموصل عبدالستار الحبوين هناك صعوبة في عملية إعادة الإعمار في المدينة القديمة مضيفاً أن المنازل متهالكة وأكثر من نصفها مدمر إضافة إلى أنه من الصعوبة التعديل على أي جزء فيها حيث أن أي عمليات إعمار ستدمر ما تبقى من آثار فيما رأى أنه من الأفضل إنشاء مناطق سكنية تعوضية في منطقة الغزلان ومن ثم تحويل المنطقة القديمة إلى منطقة أثرية للحفاظ عليها